اختارت وزارة المواصلات والاتصالات تجربة نظام النقل السريع في إطار حرس الدولة على توفير نظام نقل متكامل يربط كل مناطق قطر ببعضها البعض طريق الحور السريع هو الوجهة المختارة لتجربة هذا النظام الذي يجمعه بين الأنظمة الكهربائية والميكانيكية كما تتوفر به مزايا النقل المختلفة دون الحية لخطوط السكك الحديدية هذه البساطة لا تستخدم في المدينة راح تستخدم في الخطوط الخارجية لها خط مماثل يمكن انت شفت في الشارع بس هي كانت تجربة لكن البساطة التي ستجلب إلى دولة قطر أو تكون في المستقبل هنا بتصميم آخر يتواكب مع التصميم الفعلي للمترو ولترام بحيث أن يكون نقل متكامل متواصل النظام صممه ليسعى أكثر من 300 راكب حيث يقدم خدمات تتصف بالراحة والمرونة وبتكلفة أقل فضلا عن توظيف الطاقة البذيلة والنظيفة مما يساعد بشكل أمثل في الحد من الانبعاثات الضارة طبعا صديق للبيئة هذه أهم عنصر وسلامة الركاب تهمنا جدا وكذلك لا توجد لها انبعاثات لأنه يعمل بنظام الكهرباء وملتزمين بخطة مكثفة جدا بتعليمات من سيدي سمو الأمير حفظ الله تعالى متابعة من رئيس مجلس الوزراء بتنفيذ خطة استراتيجية بتحويل جزء كبير من النقل العام ما يقارب من 25% خلال استخدامات كأس العالم بتكون بطاقة نظيفة هذا النظام الجديد في حال نجاح التجربة يتوقع أن يسهم في تحقيق التوازن الاقتصادي والبيئي في مشاريع البنية التحتية لقطاع المواصلات كما يوفر تجربة نوعية للمشاهدين والزوار خلال بطولة كأس العالم لقراط القدم 2022 التي ستستضيفها الدولة إذن مشاهدي الكرام هذا النظام راح يساهم في إحداث تغيير كبير في أنظمة النقل على مستوى الدولة وانتمنى إن شاء الله نجاح هذه التجربة وتعميمها على جميع أنحاء الدولة بإذن الله سبحانه وتعالى نسمو تشوفنا طبعا في هذا التقرير تفاصيل عن هذا النقل الجديد طبعا نسعدنا في هذه الفقرة استضافة السيدة نور إبراهيم شاهداد مدير إدارة التعاون الدولي ومدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة المواصلات والاتصالات بالإنابة للحديث أكثر عن هذه التجربة سعد الله مساج بالخير أختي نور هلا مرحبا فيكم نحن سعدا جدا بتواجد معنا في برنامج حياتنا بداية لو انتكلم وحدث سادة المشاهدين أكثر عن إطلاق تجربة تشغيل نظام النقل السريع الأوتوماتيكي لأول مرة في العالم عندنا في قطار بعد الصين بالنسبة لهذه التجربة تعتبر هذه الوسيلة وسيلة نقل عصرية مبتكرة وصديقة للبيئة تعمل طبعا بنظام ذكي للاتصالات بالإضافة إلى ذلك فهي تعمل تجمع ما بين الصفات الترام والحافلات والقطارات وتعمل طبعا على البطاريات من خلال الشحن وأيضا لها مجموعة من العجلات التي تخليها تسير على الطرق العادية طبعا جميع المشاهدين شافوا على وساطة تواصل الاجتماعي هذه التجربة صراحة نتكلم عن القدرة الاستيعابية والمدة الزمنية بالنسبة للقدرة الاستيعابية فالوسيلة هذه ممكن تشيل ما يقارب أو ما يزيد على ثلاثمائة شخص تعتبر هذه الوسيلة يعتبر طولها تقريبا 32 متر تشابه إلى حد ما الباص في شكلها في حجمها بالنسبة للعملية الشحن أو مدة شحن الباص فهي تتراوح ما بين السرعتين للشحن في الشحن الأول اللي هو الشحن السريع المدة 10 دقايق وممكن يسير هذه الوسيلة لمدة أو لمسافة 25 كيلومتر أما بالنسبة للشحن المتواصل أو الشحن التام للوسيلة فيستغرق تقريبا 3 ساعات وممكن أن يمشيها لمدة 70 كيلومتر ماشاء الله يعني أخي أحمد موضوع الشحن نحن توقعنا أنه يعني ممكن الحجم كبير لكن موضوع الشحن يستغلق 10 دقايق هذا إنجاز لكن أختي نور لو سألت بالنسبة لفترة التجربة اللي ممكن شاهدناه في وصالة التواصل والفيديوهات انتشرت هل في فترة التجربة راح تكون فقط من قبل المهتصين عندكم في الوزارة ولا راح تفتح للجمهور مثل ما شفنا في مشروع الرين على سبيل المثال بالنسبة لفترة التجربة لا راح تكون بس في الوقت الحالي خاصة بالمختصين تجربتها معرفة جدواها هل هي فعلا مناسبة لظروف البيئية اللي موجودة في دولة قطر هل هي تتناسب مع الطرق اللي موجودة في دولة قطر وبعدها إن شاء الله ممكن أن يصير فيه قرار بخصوص تبنيها جميل احنا ممكن ويا المشاهد الكريم نشوف هذه اللقطات على الشاشة لتجربة أخي أحمد نعم هذه التجربة طبعا تمت على خط الخور الساحلي ونشوف الحافلة وانتقالها هذه هي من الداخل أيضا يتسع لثلاثمية وسبع ركاب نصمت فضلت ستادة نور صراحة شيء مشرف حقيقة أكيد أكيد أحمد تجربة لأول مرة بعد الصين طبعا في العالم من كان يتوقع مثل هذا ما شاء الله يعني يعني الحالة عالا قد كنت تفاجأ بهذه الوسيلة الجديدة يعني في دولتنا الحبيبة قطر احنا بنتكلم عن شلون هذه الوسيلة راح تسهم في تحقيق التوازن الاقتصادي خاصة نحن مقبلين على كاس العالم 2022 وايضا عندنا رؤية قطر الوطنية 2030 طبعا بالنسبة للرؤية قطر عشرين ثلاثين فهذه الوسيلة تكفل هي صديقة للبيئة بما أنها قاعدة تستخدم الطاقة البديلة الطاقة الكهربائية وتقلل طبعا من الانبعاثات الضارة لأنواع الطاقة الأخرى كجدوة اقتصادية فبالنسبة لنا طبعا نحن مفكرين أن نحن نطورها وتكون تشغل على طبعا توصل للمرافق الحيوية الخاصة ب عشرين واثنين 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 وإلى باقي طبعا المرافق الحيوية في الدولة بحيث أن نحن نضمن أن تكون في نوع من التجربة الاستثنائية التي قطر قاعدة تحرص عليها طبعا بشكل دائم في التحضير لكاس العالم عشرين واثنين واثنين يعني أفهم كلامت بعد نجاح التجربة هل رح نشوف تنفيذ هذه التجربة فقط في الطرق السريعة ولا بنشوفها أيضا في بعض الطرق على الأغلب رح تكون على الطرق السريعة منها طريق الخور الساحلي وطريقة خان هذه طبعا الفكرة الموجودة حاليا والموضوع طبعا قيد الدراسة نعم عندما نسأل عن التصميم النهائي لهذا لهذا الوسيلة وسيلة النقل هل هو هذا التصميم ولا بيكون أيضا هناك تصاميم ثانية متوافقة مع خلنا نقول الطرق السريعة بحيث أن يكون أكبر أكثر مقطورة طبعا بالنسبة للمقطورات المقطورات حاليا هما عبارة عن ثلاث مقطورات يعتبر يمكن أكبر حتى من الباصل العادي ويوازي تقريبا المترو في حجم نوعا ما بالنسبة للشكل رح يتغير إن شاء الله الشكل بحسب المتطلبات والمواصفات اللي احنا حابينها في دولة قطر واللي احنا نبغيها في دولة قطر طبعا ما ننسى أن الشكل الحالي طبعا شكل عصري جميل جدا يناصب أيضا ذوي الإعاقة إراعيهم في طلعتهم ونزلتهم حتى تحرك ذوي الإعاقة داخل الباص لكن هالشي ما يمنع أن نحن طبعا ندخل بعض التعديلات وبعض التطورات اللي احنا نشوفها تتناصب طبعا مع البيئة القطرية ومع الهوية القطرية اختنور يعني مثل ما أنت عارفة أن كاس العالم 2022 على الأبواب ودولة قطر ما تقف عند كاس العالم فقط فيه أكيد أحداث مستقبلية في كل القطاعات كيف هذا النظام راح يسهم في عملية المواصلات إن شاء الله مستقبلا والدولة مقبلة إن شاء الله على هذه الفعاليات العالمية وزارة المواصلات والاتصالات تعمل بشكل دائم على تنفيذ خطة النقل العام اللي موجودة واللي تضمن أن يكون في خطة نقل أو وسائل نقل متكاملة بحيث أن جميع وسائل النقل العام تكون متصلة في بعضها البعض ومن بينها طبعا هذه الوسيلة هالشيء شامل المترو البصات أو الحافلات للنقل العام اللي موجودة حاليا في المستقبل ما يصير إذا صار عندنا التكسي المائي فأكيد هذه بتكون واحدة من الأشياء اللي إن شاء الله هذا كان سؤال يعني الآن عن التكسي المائي هل بتكون في خطة جديدة لإضافة هذا هذه الوسيلة الجديدة اللي نحتاجها حقيقة في الدوحة طبعا هالموضوع قيد الدراسة حاليا وإن شاء الله في القريب العاجل رح نشوف كمشروع يارد نور إن شاء الله ننتظر هذه الوسيلة بفارق الصبر اللي تربط بين الدوحة والبكرة أو الشمال خاصة بطريق البحر خاصة نحن دولة أخي أحمد يعني نحن شبه جسيرة صحيح ساحل حدنا من كل صب لكن لو سنتشيخ تنور إن شاء الله عن الأمور المستقبلية عندكم يعني ما شاء الله خصا في هذا المشروع أمانة اللي احنا تفاجعنا فيه ما كان نعرف عن تفاصيله تفاجعنا فيه في وسائل التواصل الاجتماعي لكن شي الأمور المستقبلية بعد مرحلة التجربة إن شاء الله طبعا نحن مثل ما ذكرت لك احنا حاليا في مرحلة التجربة وإن شاء الله مجرد ما يتم اعتمادها فرح نحرص إن شاء الله إن احنا نتبناها بالنسبة لوسائل النقل المختلفة طبعا نحن قاعدين نحاول إن نحن نواكب جميع التطورات اللي حاصلة في قطاع النقل وأي شي جديد طبعا قاعدين نحاول إن نحن نجيبه ونجربه والأهم طبعا من هالشيء إنه يكون متناسب مع الأجواء في دولة قطر المناخ في دولة قطر ويتناسب طبعا مع عملية انتقال الناس طبعا في الدولة احنا أختي نور طبعا في انتظار دائما الجديد من قبلكم ودائما يعني انتظر يعني أشياء صراحة تفاجئنا نسمع تفاجئنا بهذا النقل الأوتوماتيكي لو تواجهي لنا كلمة أخيرة للجمهور بخصوص طبعا هذا الموضوع تحقيقه أيضا لرؤية قطر الوطنية عشرين ثراثين يمكن الكلمة اللي رح أوجهها شوي تشمل قطاع النقل بشكل عام احنا دائما نشدد على الناس إنهم يبتدون يستخدمون وسائل النقل العام بشكل عام من بينها المترو من بينها الباصات النقل العام وإن شاء الله كلها وسائل اقتصادية وتسمح للشخص أنه يوصل إلى جهة عمله يريد أنه يوصل لها بشكل سريع وبشكل آمن وهاي طبعا بالنسبة لنا هو الشيء الأهم الله أعطيكم الصحة والعافية مانتا نحن نضم صوتنا أكيد لجميع السادة المشاهدين أن نحن نفتخر بمثل هذه المشاريع لأننا تطلع دائما بالدولة سيدة نور إبراهيم شهداد مدير إدارة التعاون الدولي ومدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بالإنابة في وزارة المواصلات والاتصالات كل الشكر لك على توجد في حياتنا ومبارك لكم نجاح هذه التجربة على الأقل إلى الآن شكرا يعطيكم العافية